ذكر مستشفى عيدر المتواجد في مدينة مقلي أن العديد من المعدات لا تعمل حاليا بسبب نقص في قطع القيار يقول أخ الصائي المختبر مبرأة حدش أن هذه الآلات كانت مفيدة ليس فقط لشعب تقراي ولكن أيضا للمناطق المجاورة وأن نقص المعدات مثل تصوير بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية يسبب المعاناة للكثير من المرضى كان يستخدم لتقديم 12 نوعا من تحاليل تعداد الدم الكامل وبسبب عدم توفير الكواشف من الحكومة الفدرالية والمؤسسات الطبية الأخرى التي كانت تقدم مثل هذا الدعم والتي توقفت عن ذلك تماما فقد أصبحت خارج نطاق الاستعمال وبالتالي فإن شعبنا يعيش ظروفا مزرية ويعاني بسببها عادة عندما يحتاج المرضى إلى إجراء مثل هذه الاختبارات يطلب منهم الذهاب إلى المختبرات الخاصة بدلا من ذلك ولأنها باهظة الثمن يتأثر الكثير من الأشخاص في المجتمع بسببها ويضيف أيضا أنه إذا تم تعمل صيانة للأجهزة التي توقفت عن تقديم الخدمات فأنها ستتمكن من تقديم خدماتها مرة أخرى هناك أربعة أجهزة توفر وظائف مماثلة ووجود أربعة أجهزة احتياطية يعني أنه إذا لم يعمل أحدها فيمكنك استخدام الآخر ولكن بما أن جميع كواشفها غير متوفرة بسبب عدم توفرها من الحكومة الفيدرالية فإن جميع هذه الأجهزة المتعددة غير صالحة للاستخدام في الوقت الحالي كما أوضح كل من منسق شؤون العلاقات العامة بالمشفى برهان قبر مكائل وأخصاء المختبر مبراتو حدوش أنه لكي يستعنف المشفى تقديم خدماته المعتادة يتعين على كل الجهات المعنية تقديم الدعم اللازم له ومن أجل إنهاء بوس المرضى أيضا طلب من الحكومة الفيدرالية ووزارة الصحة والتعليم الأثيوبية إلى أهتمام خاص لحل هذه القضايا هناك آلات تحتاج إلى الصيانة مثل أجهزة الأشعة المقطعية والتنظير الفلوري التي لم تعد صالحة للاستعمال وحاليا يطلب من الناس إجراء اختبارات بسيطة مثل فحوص تعداد الدم الكامل في مختبرات خاصة وبالتالي يعاني المرضى بسبب ذلك ونطلب من جميع الجهات المعنية بتقديم الدعم من أجل صيانة الآلات حيث أن مساعدة مستشفى عيدر تعني الكثير لشعب تقرأي وحتى يتم التخفيف من معاناة الناس يجب وضع هذه الأمور في الاحتبار وتقديم الحلول اللازمة يتعين على الحكومة الفيدرالية ووزارة الصحة الأثيوبية والهيئات المعنية الأخرى أن توالي اهتماما خاصا لهذه القضايا